برنامج الكتاب الناطق برنامج قدمته عبر هذه الشاشة عبر شاشة القمار هذا البرنامج يتألف من 163 حلق 163 حلق عدد ساعاته 436 ساعة و37 دقيقة و57 ثانية أتمنى أن تلتفتوا إلى هذه الأرقام عدد الحلقات 163 حلقة عدد الساعات 436 ساعة و37 دقيقة و57 ثانية الحلقة 106 من حلقات برنامج الكتاب الناطق وقتها ساعة و30 دقيقة و18 ثانية ساعة و30 دقيقة و18 ثانية ماذا فعلت قناة آفاق قناة حزب الدعوة وقناته المالكي تحديدا بتأريخ واحد ثمانية 2018 اقتطعوا من هذه الحلقة حلقة 106 التي طولها ساعتان ونصف و18 ثانية اقتطعوا دقيقة واحدة و11 ثانية والحلقة قد قدمت قبل ذلك بزمن ليس قريبا من زمان عرضها في نشرة الأخبار في واحد ثمانية 2018 من أنني أقر قد استلمت أموالا من الماسونيين ومن الموسات من الإسرائيليين لحرب الإسلام وهذا المقطع تسابق السيستانيون والشرازيون تسابق على نشره نشر في كل مكان وأنا كنت في مقام رفض هذا الكلام لا أريد أن أعيد ما ذكرته في الحلقة العاشرة من برنامج بصراحة مع عبد الحليم الغزي بإمكانكم أن تدخلوا إلى مواقعنا أن تدخلوا إلى الإنترنت واكتبوا برنامج بصراحة مع عبد الحليم الغزي إنها الحلقة العاشرة تحدثت فيها عن هذا الموضوع وكشفت فبركته وكشفت زيفه وكشفت أكاذيبه وهذا ما لم يفعله المالك لو كان التسجيل مفبركا لعقد البرامج والحلقات لإبطاله مهما كانت الفبركة دقيقة فإن الفبركة إذا ما عرضت للتحقيق والتمحيص سيظهر بطلانها لكن التسجيل الصوتية أتحدث عن التسجيل الكامل أتحدث عن التسجيل الكامل أما المقاطع الستة التي نشرت قبل نشر التسجيل الكامل فلي بخصوصها كلام ليست دقيقة بتلك الدقة الكاملة الموجودة في التسجيل الكامل حديثي هنا عن التسجيل الكامل التسجيل الكامل من أوله إلى آخره ليس مفبركا كذاب هذا المالك حزب الدعوة كذاب هذا الحزب أسس على الكذب الكذب والإفتراء والفبركة والإفتراء الكذب وكذاب من ركائزه الأساسية لأن حزب دعوة صورة من الإخوان المسلمين إنهم أكذبوا مجموعة في التاريخ البشري على الأقل بحسب ما أعتقد وأنا لا أعتقد هكذا جزافا برنامج الصراطان القطبي الخبيث في ساحة الثقافة الشيعية يبرهن مدى التحقيقي ومتابعتي لكذب ودجل هؤلاء هذه المجموعة الأقذر عبر تأريخ البشرية إنهم أتباع حسن البنى وسيد قطب حزب الدعوة صورة ومثال وفرع من فروع هذه المجموعة الناصبة السبية الغادرة تلاحظون أن مراجعنا يفبركون وأن فضائياتنا المرجعية تفبرك وأن أحزابنا الإسلامية تفبرك يفبركون أتمنى عليكم أن تعودوا إلى الحلقة العاشرة من برنامج بصراحة كي تطلعوا على أكاذيب حزب الدعوة وأكاذيب المالكي كي تطلعوا على أكاذيبي وافتراءاتي وفبركتي قناة آفاق التي هي قناة حزب الدعوة الإسلامية إنها قناة المالكي أنا لا أحدثكم عن خيال كل الذي طرحته لكم بالأرقام والحقائق والوثائق فهذا الخوئي وهذا فقه العواهر وهذا رشيد الحسيني الذي يريد أن يؤسس مجتمعا إسلاميا على مناشئ العهري والسفالة والانحطاط الأخلاقي هذا وهذه مرجعية أسستاني وتلك قناتها قناة كربلا يضحكون عليكم مصداق آخر من مصاديق صناعة الغباء وهذه قناة آفاق وهذا كذب المالكي بخصوص تسجيله فالتسجيل الصوتي للمالكي ليس مفبركان لكنه كذاب وحزب الدعوة كذاب والذين يدافعون عن المالكي كذابون هذا تسجيل حقيقي أتحدث عن التسجيل الكامل لا أتحدث عن المقاطع الستة التي سربت في بادي الأمر وبعد ذلك نشر التسجيل الكامل أنا لا أقول من أن ما ذكر في المقاطع الستة ليس موجودا في التسجيل الكامل إنما أقول هناك قص ولصق في المقاطع الستة لكن الكلام بتمامه وكماله موجود في التسجيل الكامل من هنا فإنني لا أرتب أثرا على المقاطع الستة وإنما أرتب الأثر على التسجيل الكامل وعينما أحدثكم عن أنه ليس مفبركان أتحدث عن التسجيل الكامل أنتم تعرفون خبرة المتراكمة في فحص الوثائق والأدلة من الفيديوات ومن التسجيلات الصوتية ومن الوثائق التي تكتب بخط اليد إلى إلى مئات من الوثائق عردتها في برامجي ولقد تحققت منها خبرة طويلة تمتد إلى أربعين عاما وربما أكثر وأنا أحقق في الأدلة في الأدلة والوثائق والبراهين والحجج إن كانت مادية أو كانت معنوية إن كانت حسية أو كانت عقليتان عمر قضيته في التحقيق أتحدث عن خبرتي التي أثق بها أنا ليس بالضرورة أن تثق بخبرتي لكنني أنا الذي أتحدث وأنا أتحدث عن خبرتي التي أثق بها ولا شأن لي بالآخرين إن اعتمدوا على خبرتي هذه أم لم يعتمدوا لكنني برهنت هذا في هذا الكم الهائل من البرامج الموثقة بهذه الخبرة التي أثق بها أنا ولا شأن لي بالآخرين أقول وَبِلِسَانٍ قَاطَع هذا التسجيل ليس مفبركاً أبداً أقول وَبِلِسَانٍ قَاطَع هذا التسجيل ليس مفبركاً أبداً أعتمد في قولي هذا على خبرة في التحقيق في الوثائق المادية والمعنوية في الوثائق الحسية والعقلية وأنا أتكلم هنا عن التسجيل الكامل وليس عن المقاطع الستة التي انتشرت قبل انتشار التسجيل الكامل كل حديثي عن التسجيل الكامل لابد أن تعرفوا من أن فبركة الصور الفوتوغرافية ما هو بأمر صعب وقد جئتكم بمثال إنها صورة السستاني التي فبركوها الصورة الفوتوغرافية بخبرة محدودة وبالقليل من الوسائل يمكن أن تفبرك الصورة الفيديوية المتحركة من دون صوت قد تكون مصحوبة بالموسيقى من دون صوت الإنسان فبركتها فبركتها أصعب من فبركة الصورة الفوتوغرافية الجامدة التي ما هي بمتحركة الصورة المتحركة وهي الصورة الفيديوية من دون صوت الإنسان ربما هناك أصوات حيوانات هناك أصوات موسيقى هناك أصوات الطبيعة كخرير الماء فبركة الفيديوات أصعب من فبركة الصور الفوتوغرافية ولكن هي الأخرى تكون سهلة بالقياس إلى فبركة الصوت فبركة الصوت هي الأصعب ولذا فهي تحتاج إلى أجهزة كمبيوتر فائقة الجودة وفائقة السرعة وفيها من القدرات ما ليس متوفرا في سائر الأجهزة التي يشيع استعمالها في البيوت أو المكاتب التجارية أو في الدوائر الرسمية العادية فبركة الصوت يحتاج المفبركون إلى أجهزة راقية ويحتاجون إلى برمجيات خاصة إنها برمجيات التزييف العميق برمجيات التزييف العميق ليست متوفرة للجميع ولا بد أن تعرف من أنه ليس هناك من برمجيات للتزييف العميق باللغة العربية البرمجيات باللغة الإنجليزية فمن الصعوبة بمكان وهذا الكلام يعرفه المختصون من الصعوبة بمكان أن نستعمل برمجيات التزييف العميق التي أنتجت باللغة الإنجليزية وللغة الإنجليزية أن نستعملها في فبركة كلام باللغة العربية لن تكون الفبركة فبركة ستكون الفبركة ضعيفة ستكون الفبركة هزيلة ومع كل ذلك ومع كل ذلك فهناك أجهزة في الدوائر المختصة تستطيع أن تكتشف الفبركة حتى لو كانت في أدق المستويات فبركة الأصوات عملية معقدة ما هي بعملية سهلة سهلة يمكننا أن نفبرك الصور الفوتوغرافية ويمكننا أن نفبرك الصور الفيديوية قطعاً أصعب من فبركة الصور الفوتوغرافية لكن فبركة الأصوات تحتاج إلى أجهزة خاصة وإلى برمجيات خاصة وإلى خبرات خاصة وتحتاج كذلك إلى وقت طويل خصوصاً إذا كان الحديث المفبرك حديثاً طويلاً فبركة الأصوات بدقة عالية ليس أمراً سهلاً أضرب لكم مثالاً المتحدث حين يتحدث يأكس حالته النفسية في حديثه والمستمع حين يستمع إلي يتحسس هذا في الفبركة لا يستطيع المفبركون أن ينقل الإحساس النفسية عبر الفبركة هذه قضية حساسة جداً لأن الذين يفبركون يجمعون الكلام من هنا ومن هناك أنا لا أريد أن أخوض كثيراً في هذا الموضوع لكنني أردت أن أشرح لكم أن فبركة الأصوات أمر عسير ما هو بأمر مستسهل يمكن أن تفبرك الأصوات ولكن ولكن هناك أجهزة تستطيع أن تكتشف ذلك والذي فبرك له بإمكانه أن يناقش الكلام المفبرك وبإمكانه أن يبطله فهو يتذكر متى قال هذه الجملة وفي أي مكان بإمكانه أن يعيد الجملة هذه التي جاء بها من مكان آخر وأرصقت هنا أن يتذكر أين قال هذه الجملة ذكرت لكم كيف أخرج دقيقة واحدة ثانية حلق بهذا الطول أخرجوا منها دقيقة واحدة عشر ثانية قناة المالك قناة آفاق قناة حزب الدعوة وأخرجوا كلامي من سياقه لكنني بسهولة أثبت بطلان ذلك وبإمكانكم أن تعودوا إلى الحلقة العاشرة من برنامج بصراحة إذا فبرك لي أحد جزءا من كلامي بإمكاني أن أبطله حتى لو فبركوه بأقوى الأجهزة لأن صاحب الكلام يستطيع أن يثبت أن الكلام الذي قد نشروه من أنه مفبرك لكن المالك لم يصدر عنه شيء مطلقا ولا ولا عن حزبه ولا عن مؤسساته الإعلامية لماذا؟ لأن التسجيل حقيقي لأن الكلام حقيقي وليس هناك من فبرك أنا أزعم أن المقاطع الستة قد فبركت سأحدثكم عن الفبركة في المقاطع الستة أما في التسجيل الكامل فليس هناك من فبركة والفبركة في المقاطع الستة ليست بحشر كلام لم يقله المالك في التسجيل نفسه كل الكلام الذي نشر في المقاطع الستة هو موجود في التسجيل الكامل لكن هناك قص ولصق هناك حذف هناك تقديم وتأخير هذا سأشير إليه في طوايا حديثي الخلاصة من كل ما تقدى الفبركة التزوير مشرعن في دين حوزة النجاف مشرعن ومطبق في إعلام مرجعية السيستاني في قناة كربلاء الفضائية فرشيد الحسين يشرعن فقه العهر والسفالة والانحطاط من جوار أمير المؤمنين وقناة كربلاء الفضائية تضحك عليكم وتصنع الغباء في عقولكم من خلال فبركة الصور والفيديوات من جوار الحسين من جوار سيد الشهداء وقناة حزب الدعوة الإسلامية قناة المالك تفبرك وتفبرك وتفبرك وذكرت لكم مثالا المالك حين يقول من أن التسجيل مفبرك هو يفبرك لأن الفبركة لها صور كثيرة الكذب وتحريف الحقائق فبرك المالك حين يقول من أن التسجيل مفبرك وحزب الدعوة كذلك وأنصار المالك هؤلاء هم الذين يفبركون لأنهم يحرفون الحقيقة لكن الفبركة مشرعنة عندهم فهم حزب إسلامي تأسس في النجف وخرج من النجف من حوزة العهر والسفالة والانحطاط ووضعت الوثائق بين أيديكم أنا ما تحدثت من دون وثيقة كلامي كله موثق وبالأرقام من بداية الحلقة إلى هذه الثانية نذهب إلى فاصل بالنسبة للتسجيل الكامل ها هو مطبوع بين يدي من أول حرف نطق به المالك إلى آخر حديثه هذا التسجيل الكامل الذي سرب على الشبكة العنكبوتية للمالك ومن كان يتحدث معه بشكل كامل مطبوع بين يدي وإنما نفعل هذا لأجل التدقيق والتحقيق هذا هو النص الكامل للتسجيل الكامل التسجيل الكامل يتألف من 48 دقيقة وأربع ثواني بالضبط 48 دقيقة وأربع ثواني من بدايته إلى أن ينتهي الحديث مع المالك 39 دقيقة أو 36 ثانية ما بقي من الوقت كان حديثا بين الأشخاص الذين كانوا يتحدثون مع المالك ومدة حديثهم بعيدا عن المالك 8 دقائق و25 ثانية إذن التسجيل الكامل 48 دقيقة وأربع ثواني المقدار الذي تحدث فيه المالك 39 دقيقة و36 ثانية ما بقي من الدقائق 8 دقائق و25 ثانية كان كلاما بين نفس الأشخاص الذين تحدثوا مع المالك أخطر موضوع في هذا الحديث موضوع الحرب الأهلية الشيعية في العراق هذا أخطر موضوع إنه مشروع حزب الدعوة الإسلامية إنه مشروع الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامية ما هو نور المالكي هو الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامية وقد تحدث بصراحة واضحة وبجرأة واضحة وتكلم بشكل اعتيادي وبكل راحته أخطر ما جاء في حديثه الحرب الأهلية الشيعية في العراق بقية الكلام لا أعبأ به قال عن فلان أو قال عن المجموعة الفلانية هذه أمور بالنسبة لي ليست مهمة إذا أشير إلى بعضها فيما يأتي من حديثي فإنما سيكون على سبيل المثال وليس اهتماما بالأسماء أو بالأشخاص أو بالمجموعات نارهم نارهم تأكل حطبهم كما يقول الشاميون فخار يكسر بعضه هتلي أو بيناتهم فخار يكسر بعضه بالنسبة للتسريبات التسريبات الستة التسريبات الستة ها هي موجودة بين يدي هذا الملف ملف التسجيل الكامل طباعة وهذا الملف ملف المقاطع الستة طباعة المقطع الأول الثاني الثالث إلى المقطع السادس هذه المقاطع التي سربت قبل تسريب ونشر التسجيل الكامل التسريب الأول بدأ من الدقيقة أربعة عشر أو ستة وعشرين ثانية وانتهى بالدقيقة ستة عشر وثمانية وأربعين ثانية التسريب الأول ليس فيه من فبرك ليس فيه من قص ولصق ليس فيه من تقديم وتأخير وليس فيه من حد إذا أردنا أن ندقق ما بين الدقيقة أربعة عشر من التسجيل الكامل وستة وعشرين ثانية وبين الدقيقة ستة عشر وثمانية وأربعين ثانية الكلام هو هو موجود بتمامه وكماله في التسجيل الكامل التسريب التسريب الثاني والثالث فيه تقديم وتأخير عملية جمع من هنا ومن هناك لكن لا يوجد فيه شيء ليس موجودا في التسجيل الكامل وإنما هناك تقديم وتأخير هناك قص ولصق هناك حذف التسريب الرابع لذا التسريب الثاني والثالث لا أستطيع أن أقول من أنه يبدأ من الدقيقة كذا وينتهي عند الدقيقة كذا فليس هناك من وقت متسلسل في التسريب الثاني والثالث وهذا الأمر نفسه في التسريب الخامس والسادس لا أستطيع أن أقول من أن التسريب الخامس يبدأ من الدقيقة الفلانية وينتهي عند الدقيقة الفلانية لأنه جمع من هنا ومن هناك من داخل التسجيل الكامل لكنني أيضا أؤكد من أن كل الكلام الذي نشر في المقاطع الستة موجود بتمامه وكماله في التسجيل الكامل لكن العيبة في المقاطع الستة خصوصا في الثاني والثالث والخامس والسادس العيب هناك تقديم وتأخير بينما التسجيل الأول التسريب الأول ليس فيه من نقص بدأ من الدقيقة أربعة عشر وستة وعشرين ثانية وانتهى بالدقيقة ستتعاش وثمانية وأربعين ثانية التسريب الرابع بدأ من الدقيقة اسبعة عشر واثنين وخمسين ثانية وانتهى بالدقيقة واحد وعشرين وأربعة وثلاثين ثانية من التسجيل الكامل لكنه يشتمل على حثين الحث الأول من الدقيقة ثمنتعش وعشر ثواني إلى الدقيقة ثمنتعش وواحد وثلاثين ثانية وهو أمامي النص أمامي لا أريد أن أقرأه لضيق الوقت يتحدث نور المالكي بعد أن يدخل عليه السكرتير عن دكتورة سهيلة سهيلة إبراهيم ويقول لها دكتورة سهيلة عدها موعد إلى آخر الكلام هذا المقطع الذي كان فيه الحديث عن دكتورة سهيلة إبراهيم رفع من التسريب الرابع ما بين دقيقة ثمنتعش وعشر ثواني إلى دقيقة ثمنتعش وواحد وثلاثين ثانية وكذلك هناك حذ كان المالكي يتحدث عن الكاظمي والجملة التي رفعت رفعت بقصد بقصد واضح الجملة التي حذفت هي ما بين الدقيقة تسعطعش والدقيقة تسعطعش وأربع ثواني المالكي يقول للكاظمي لمصطفى الكاظمي الكلام الذي حذف ولكن أنت ساعدنا بغطاء كذا فرد شيء الباقي عليه يعني هو يتعاون مع الكاظمي هذه الجملة حذفت وأبقي الكلام الذي يظهر فيه المالكي عدم ثقته بالكاظمي ليس مهما إنما أردت أن أبين لكم دقة التحقيق ودقة البحث ونحن لا نريد أن نفبرك على أحد مثلما يفبرك علينا الآخرون ويفبرك ما يفبرك من الأكاذيب والدعايات والأراجيث بخصوصي شخصية بخصوص عائلتي بخصوص أقرب الناس إلي بخصوص برامجي بخصوص مؤسسة القمار بخصوص قناة القمر إلى غير ذلك فهذا الكلام حذف من التسريب الرابع المالكي يقول للكاظمي لمصطفى الكاظمي ولكن أنت ساعدنا بغطاء كذا فرد شيء الباقي علي مثال للتكرار مثلا هناك كلام تحدثوا به المالكي والذين معه في ذلك المجلس تحدثوا عن علاقة المالكي بقيس الخزعلي هذا الكلام جاء في التسريب الأول جاء في التسريب الأول في الدقيقة الثانية واثنعش ثانية دقيقة اثنين واثنعش ثانية ابتداءاً إلى دقيقة اثنين وخمسة وعشرين ثانية الكلام نفسه أخرج من محله وحشر في التسريب الخامس ما بين دقيقة اثنين ودقيقة اثنين واثنعش ثانية كان في التسريب الأول في آخر التسريب الأول ولكن في التسريب الخامس كان في منتصف التسريب الخامس كلام عن قيس الخز علي هذه أمثلة تشير إلى أن التسريبات الستة المقاطع الستة فيها عبث وفيها تقديم وتأخير لكنني أيضاً لا بد أن أقول من أن جميع المعلومات التي نشرت في المقاطع الستة موجودة في التسجيل الكامل المقطع الأول ما فيه عبث المقطع الثاني والثالث فيه عبث المقطع الرابع فيه حذ بخصوص دكتورة سهيلة إبراهيم وبخصوص مصطفى الكاظمي وأشرته إلى مواطن الحذ أما الثاني والثالث والخامس والسادس فلا أستطيع أن أقول من أن المقاطع هذه تبدأ من الدقيقة الفلانية وتنتهي عند الدقيقة الفلانية لماذا؟ لأن الكلام فيه تقديم وتأخير فلا يمكن أن يضبط الوقت ولذا فحينما أحدثكم هنا عن تسريب المالكي عن تسريبات المالكي لا أحدثكم عن المقاطع الستة وإنما أحدثكم عن التسجيل الكامل ما هو بتسجيل مفبرك وفوق كل هذا فوق كل هذا عندي معلومة هذه المعلومة تنفعني أنا لكنني لن أبخل بها عليكم الأمر راجع إليكم أن تصدقوها ألا تصدقوها هذا أمر راجع إليكم بالنسبة لي هذه المعلومة أنا أرتب الأثر الكامل عليها لأنها معلومة صحيحة من وجهة نظري بدرجة مئة بالمئة وهي معلومة صادقة بدرجة مئة بالمئة من الدائرة الضيقة المحيطة بنور المالكي ومن أبناء أسرته من أقربائه هذا الكلام منهم من أن التسجيل صحيح مئة بالمئة وليس هناك من فبركة مطلقا قلت لكم هذه المعلومة بالنسبة لي أرتب عليها الأثر الكامل لأنها صحيحة ولأنها صادقة من الدائرة الضيقة والقريبة جدا من نور المالكي ومن أبناء أسرته من أقربائه هذه المعلومة من أن التسجيل صحيح والأشخاص يعرفونهم وليس هناك من فبركة مطلقا نذهب إلى فاصل مطلقا